بتعلي نسبة التستسترون في الرجالة بيعلي او بيحسد من قصوبة الراجل بقيت اقوى شوية في الاوزان اللي انت بتشيلها وضاد البكتيريا في الجسد ضعافك مغسلكيش جيدك بعد الحمام زكرا جماعة اهلا بكم في حلقة النهاردة قبل ما ندخل في حلقة النهاردة اول حاجة تكتبها قيم لي المكان الجديد طبعا عارف انتم مش شايفين ولكن وراي بس ده هيبقى المكان الجديد وطبعا فيه هنا المدليات بتاعتي فيه هنا كام حاجة يفطت فراري علامة ده دورة عاجبك المكان ده اكتر ولا عاجبك الصالة فوق لما كان وراي التليفزيون والنبات والصور والت عارف يعني فدي اول حاجة عايزة بتكتبها حلقة النهاردة يا جماعة حنتكلم على طونجة علي مكمل جديد مش جديد قوي بس يعني جديد في السنتين اللي فاتو طوالع ولكن شغلت رند الايام دي هو كل شوية بيطلح هي جديدة من الحاجات اللي هي بتعمل طفرة في الهرمونات بالذات هرمونات الرجالة في الاول زمان خالص بقى بنتكلم من عشرين خمستاشر سنة كان فيه تريبيلس وبعدين بعد تريبيلس كان جيه فينو جريك وبعد فينو جريك الايام السنين اللي فاتت اشواجندا طبعا لحد دلوقتي على فكرة انا عامل فيديو اشواجندا هتلاقيه في اخر الفيديو ده هيطلع لك عالجنب روح شوفه دلوقتي في تونجة علي السبب برضو اللي انا بعمل الفيديو ده لان راتكون 1 اخيرا اقتنعه وعمله مكمل التونجة علي المكمل اسمه هو عبارة عن خلطة ما بين تونجة علي وحاجات تانية وفيه كمان اشواجندا فهم خلطين تونجة علي واشواجندا مع بعض عشان يجيبو لك احسن اتنين من الاعشاب اللي بتعلي نسبة الهرمونات في الرجالة دلوقتي خلينا اول حاجة نخش على يعني ايه يعني بتعلي زي هرمونات يعني لا هي مش زي هرمونات بمعنى اصح هو اللي بيعمله فيه اعشاب معينة انه بتعلي نسبة التستوسترون في الرجالة بس في الحد الاقصى بتاع الطبيعي يعني مثلا نفترض ان انت عندك من اول خمسة لحدة خمسة واربعين مثلا يعني ايه رقم يعني وانت جيت تعمل تحليل ولقيت نفسك ستة او سبعة هتعليلك من الستة او السبعة دي لحد مثلا تلاتين فانت التستوسترون بتاعك فعلا طلعه فعلا هتستفاد من فوائد التستوسترون زيادة اللي في جسمك ولكن برضو هتكون في الحد الطبيعي فهو ده المقصود او القاصد بيه ان فيه مكمل هيعليلك من نسبة التستوسترون في جسمك مش هيطلعلك عن الاربعين يعني يعني يمكن في حالات ندرة جدا تطلع بس هتكون برضو قريب قوي يعني هتطلع فوق الحد الاقصى هتليها بكم درجة ولكن طبعا مش هتشوف نفس تريجة الهرمونات ولكن هتشوف افياد تانية هنتكلم عليها في الفيديو ده فاول حاجة التونجة علي بميزها من مكملات التانية ان الابحاث اللي معمولة على تونجة علي عالية جدا بخصوص زيادة الهرمونات ففيه اثبات علمي ان التونجة علي بيعليلك من نسبة التستوسترون في الحد الطبيعي فدي اول حاجة تاني حاجة بيعلي او بحسن من خصوبة الراجل بحسن من الكواليتي او المستوى بتاع السائل المنوي بتاع الراجل فبيساعد برضو على الخلفة لو انت عندك مشاكل في الخلفة او مشاكل في السائل المنوي بتاعك فده بيحسنه بيحسن في سباحة الخلايا المنوية وايضا بيساعد في الكمية والجودة بتاعت السائل المنوي او الخلايا المنوية بتاعت الرجالة تالت حاجة بيحسن من ادائك الرياضي وده ليه علاقة من زيادة التستوسترون زيادة التستوسترونية اول حاجة بيترجم على طول الى تحسن الاداء الرياضي بتاع الرجالة الاتنين لبعض ولما اقول اداء في الجيم هتلاقيح نفسك بقيت اقوى شوية في الاوزان اللي انت بتشيلها قادر تستحمل اكتر قادر تطول في التمرين وطبعا الاداء ده برضو ممكن تاخده الى قط النوم فهم الاتنين متواصلين ببعض رابع حاجة التونجة علي بتعملها ودي انا بحبها جدا بتنزل من السترس هرمون يعني الهرمون بتاع السترس اللي بيتفرزه في مواقف صعبة في حياتك سواء من الشغل سواء من عدم النوم سواء من ارهاق كل الحاجات دي بتعلي من السترس هرمون حتى التمرين الجامد جدا بيعلي من السترس هرمون ولكن تونجة علي العباحات بتاعته بتدل ان هو بينزل من السترس هرمون وبالتالي طبعا ده حيفيدك في زيادة العزلات بس اكتر من زيادة العزلات نزول في الدهون لان من اكتر حاجات وناس كتير يمكن بتعافش الموضوع ده من اكتر حاجات اللي بتساهم في زيادة الوزن والدهون السترس ودي يا جماعة للرجالة والستات والأبهات والأمهات اللي طالعين عينيهم في البيت يا جماعة نزلوا السترس في المكان اللي انتوا عايشين فيه مهم جدا عشان تحسنوا من ادائكم الرياضي او حتى من شكل جسمكم وصحتكم برضو السترس هرمون بيسموه هنا في الغرب الموت الصامت هو والضغط العالي لان هم طبعا السترس بيعلي من ضغطك فالاتنين دول بيسببوا مشاكل كتيرة جدا خامس حاجة طنجة علي بتعملها ولكن انا عايز اقولك ان دي ما فيهاش ابحاث تقيلة قوي ولكن بيقولك ان عنده نوع من خواص في محاربة البكتيريا يعني مضاد البكتيريا في الجسم فطبعا البكتيريا اللي احنا بنلمها على مدار اليوم اكل مش نضيف ضوافك مغسلتش ايدك بعد الحمام اكلت حاجة واعت من الارض اخدتها ونفخت عليها وبتاعه بسم الله مش مش عارف ايه واكلتها برضو المكروب مش هيمشي من عليه برضو يعني فبيقولك ان التنجة علي عنده نوع من الخواص في المضاد البكتيريا ولكن الابحاث عن الموضوع ده مش قوية جدا سادس حاجة بنزل من الانفلاميشن الالتهاب اللي في الجسم عمون اللي ممكن يؤثر على المفاصل بتاعتك وكل ده بس برضو الابحاث اللي فيه مش قوية قد كده سابع واخر حاجة حيحسنك بالذات بقى اللي هيعجبك في المكمل ده تحسين المود بتاعك المزاج بتاعك لان الشوغندة معروفة في تحسين المزاج بتاعك ودي فيها ابحاث عالية وتونجت علي مع ان الابحاث فيها مش قوية جدا في تحسن الموت بتاعك ولكن الابحاث قوية فيه تحسن التسطسترون وتحسن التستسترون على طول حيترجم الى تحسن في الموت بتاعك فالشوان قد ده مع تونجت علي طبعا هيحسن لك من الموت بتاعك ومزاجك فدي السبع حاجات اللي تونجت علي ممكن تنفعك فيها جدا دلوقتي خلينا نتكلم على قوة البحث نفسه انت لو ممكن تخش على جوجل هتلاقي فيه ابحاث كتيرة جدا عن موضوع زيادة التستسترون انا دي بأكد لك عليها ولكن الحاجات التانية مش الابحاث مش قوية على قد اول نقطة اللي يتحسن التستسترون ولكن لو هي فعلا بتحسن التستسترون على الابحاث دي يبقى كزا حاجة من حاجات لانا قلتها هتبقى فعلا مصدقة لان هي اصلا تحسن المود نزول في السترس هرمون ادائك في التمرين احسن كل ده بيعتمد على زيادة التستسترون فانت لو واحد حاسس ان انت خمول شوية على مدى يومك بتصحن عسان مفيش طاقة روح اعمل تحليل تستسترون ربما ممكن تلاقي ال E2 بتاعك او اللي هو استرديول او استروجين هرمون النساء ممكن يكون عندك عالي بالزاد في الناس اللي عندهم ضخامة في حجم جسمهم وزيادة الوزن والدهون العالية عايزك تروح وتعمل تحليل تشوف الاستروجين بتاعك ممكن يكون عالي او ممكن التستسترون بتاعك يكون واطي وربما المكمل ده ممكن ينفعكم مش شرط تجيب مكمل رادكون وون مش عشان انا سبونسر منهم تروح تجيبه اي مكمل او اي مكمل ببيع تونجة عالي ممكن يمكن اصلا رادكون وون مش هيوصل لك هما دلوقتي بس بيوزعوا في امريكا او بيشحنوا لامريكا بمعنى صح ولكن طبعا فيه فروع كتيرة في السعودية في الامارات في مصر بيبيعوا مكملات رادكون وون ولكن ما اعتقدش ان المكمل ده بازاي توصل للدول العربية دلوقتي فانت لو ما عندكش طريقة انك توصل للمكمل ده ممكن تجيب اي مكمل تاني في تونجة عالي ولكن انصحك انك تجيب واحدة من المكملات اللي بيبقى فيها ثيرت بارتي تاستنج يعني بيبقى فيه شركة تانية منفصلة عن الشركة اللي انت شاري منها بيعملوا تحليل على المكملات نفسهما عشان تتأكد ان الحاجة اللي انت بتجيبها جودة كويسة ده يا جماعة فيديو النهاردة حاولت اتكلم بسرعة وحاولت اتلخص لكم على قد ما اقدر انا عارف انتو زمان بعملين تفكروا دوره وإلا حصل لشعرك شكلك خاسس جدا مش خاسس قوي يعني الفورما لسه موجودة ولكن انا موقف فورمونات بقى لي فترة ولكن الدرعات لسه شكالة يعني موقف فورمونات بقى لي تقريبا دلوقتي داخلين يعني شهرين كمان وهكمل سنة سنة موقف فورمونات والفورما على معتقل وخلي بالكم انا موقف تمرين بقى لي 3 اسابيع عشان عامل زراعة الشعر زي ما انتو شايفين الشعر بيبتدي يقع بعد الزراعة نفسها فكل ده هيقع تاني ولكن هيكبر المفروض تاني ان شاء الله لو العملية تكون نجحت بعد شهرين بس ده يا جماعة فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو اعجابكم وفاتكم للبرامج المخصصة اوش على اللينك اللي تحت اشتري لك بروجرام وانا هرخص لك المكملات اللي انت محتاجها الدايت اللي انت محتاج تعمله والشكل اللي ممكن تحصلوا من البروجرام 3 شهور ادي نتائج ادي نتائج وحاجة تانية يا جماعة انا دلوقتي في خدمات كتيرة تانية تواصل معايا فيديو كول 1 on 1 موجودة على الموقع سيبلكوا الموقع تحت ممكن كمان تعمل اشتراك 1 on 1 لمدة 3 شهور معايا عبر التليجرام فده تدريب اونلاين خاص انا معاك بقى على طول يعني انت عاركين البروجرام بعملك البروجرام المخصص بتاعك وتمشي انت عليه لمدة 12 سبوع ولكن دلوقتي في خدمة جديدة انك تمشي معايا ال 12 سبوع على تواصل دائم ده غير خدمة الفيديو كول اللي هو الاستشارة عبر المكالمة الفيديو بنشوف بعد على الكاميرا وتكلمني في اي موضوع انت حبه سواء هو موضوع بخصوص البزنس سواء موضوع علاقات او حاجة انت بتمر فيها صعبة ممكن تكلمني بيها عبر الخدمة دي واحتمنى الفيديو عجبكم بليز اعمل سبسكرايب للقناة انا عارف ان انا بقى لي كتير مش اكتف ولكن كان عشان كنت مشغول باللي بيحصل فوق هنا ودي خلاص خلصت وكمان كنت مشغول بالمتاع اللي وارده عشان عملت دلوقتي صفحة جديدة على الانستجرام لان ده حتكون مهنة جديدة ليا على الجنب زي ما تقول مشوار جديد ليا حلم جديد ليا والموضوع غريب جدا ان حلم جديد لان حاسس ان يعني البني ادم اصلا يعني قطر خيره لو لقى حلم وحقق الحلم ده في دنيته وهو عايش مرة فبما ان الحمد لله رب العالمين من توفيق ربنا انا ربنا وفقني اول مرة فدلوقتي وقعت في غرام حلم تاني ان انا اكون انا حتى لما بقولها يا عبيطة يعني بس حلمي ان انا اسابق يوم الايام في الجي تي ثري ريسنج اكون سواء سيارات محترف اه وانا مدي لنفسي سبع سنين ان شاء الله اه في مثل ياباني بيقولك انت محتاجة عشر عشر ساعات عشان تكون مستر في اي حاجة في العالم فانا ربطتي حسبتها لو انا قضيت تمرين على البتاع اللي وراي ده لمدة خمس ساعات كل يوم او اربع ساعات كل يوم فحكون مستر في الموضوع ده في خلال خمس او ست او سبع سنين على حسب بقى حدي كم ساعة في اليوم هتقولي يدوره بس ده جيم لا ده مش جيم ده السيميوليتر حقيقي المحترفين بتوع فورميلا وان والمحترفين بتوع جي تي ثري بيستخدموه الجهاز اللي وراي ده تلاتين الف دلار وحقيقته بنسبة تمانية وتمانين في المية من سواءة العربيات السباء الحقيقية وطبعا انا بتمرن بتدي من حاجة بدائية خالص وبقعد اطلع شوية 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 طلب الوحيد اللي انا هقول لكم لو انتوا عايزين تتابعوا الصفحة دي بتاعتي العربيات عندي طلب حاجتين ياريت تحترموها كل الكممنس والكلام بالانجلش لان طبعا العالم ده يعتبر عالم انجليزي تماما حتى مش عالم امريكي عالم اوروبي اكتر فانا بحاول اترجط الناس في عالم السيارات في الغرب اه تاني حاجة اه الصفحة بتاعت العربيات اللي انا بعملها ملهاش اي علاقة بكمال اجسام خالص فانا حتى قريدي عملت بلوك الكام واحد لانا راحلي على الصفحة دي بفكرة ان هو يحاول يوصلي يبعتني سؤال على الموضوع فتنس فالموضوع ده استفزيني جدا لانا حسيت ان هو يعني عدم احترام لي يعني والطلباتي لان انا قلت يا جماعة محدش يبعتلي على الصفحة التانية يعني نشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية اشتركوا في القناة